السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله اليوم جيت بهذه الفيديو تخيطة تقم الصلاة والأصدار للصلاة كما راكم تشوفوا فيه في الصورة كما هذا للمبتدئات راح ينفصله ويخيطوه بطريقة سهلة سهلة ومبسطة يعني للاقصى درجة لما جمينا خيطة تعرف غط ماشي ماشينا تقدر تخيط هذا الطاقة متع الصلاة ولا أصدار الصلاة نروح مباشرة مع شحل شريط القماش وكيفية الفصالة وكيفية الخياطة أنا شريط 3.5 متر هكذا باش يدلك هذك الحجاب مع الخيمار التاعو 3.5 متر ونص لقماش العرض التاعو 150 هايلك طويتو على 4 وتروحي وين مغلوق وتفصلي هنا الرقبة ديري 8 سنتيمتر ودوري ديري دائرة هكذا كما راك تشاهدي وتزوج سنتيمتر تهابطي ودوري قيس الرقبة وهد الأصدار هاد التقمت الصلاة هو لم نقاع كامل النساء ما محدة تكون معهم مراء يعني تلبس حتى ال 50 نهبطو بزوج سنتيمتر ونديرو 20 سنتيمتر من الرقبة حتى هذا الكتف ونهبطو ع 25 سنتيمتر وندخلو بربعة سنتيمتر كما راكم تشاهدو ونهبطو بالمستراح حتى تحكمي قاع القماش تدي قاع القماش ما تنقصيش السطر يديري خط حتى للطرف هنا نحي قيس الرقبة نقطع بالمقس ونقطع بتاع الكتف كما راك تشاهدو نقطع كامل الكتف كما راك تشوفي هناك كان شوية جيت معاوجة القماش جاني معاوج ما قدرتش معا الكاميرا ما قدرتش نقطع مليح من بعد نقطع لكم كما راك تشاهدو نقطع 25 سنتيمتر العرض التاعه وهاديك الدخلة تحت الطابق ربعة سنتيمتر تحت طوابق يعني ربعة سنتيمتر وتقطعها حتى تخو تدي كامل العرض تاع القماش اللي هو مية وخمسين متر ومص يعني من بعد خلي القسم اللولان يعني صدر تخليه ما تقطعش منه تشدي الظهر عفوا الظهر تخليه صدر تهبطي بتسعة سنتيمتر وتقطعه باش صدر يدخلك فاسيب ما بلا ما تديري سنسلا بلا ما تديري فارمتوريك لا ولا ما تديري والو هنا نفتح الجنب اللي كان كان مغلوق من هديك الجهة تفتحي كما راك تشاهدي وهنا قماش تروحي تشري قماش تقم الصلاة تقول لي الواطنين يقماش على تقم الصلاة يعطي لك هاوليك كيفاش الفصالة هاي لك لامانش يعني اليد لكم والصدر وهو لك الطول تعود ديري مية وخمسين سنتيمتر الطول تعود تخليه كامل يعني العرض هو تحطيه طول كما تحبيه كما تحبيه مية هدا هو القماش بتاع اللي شريته كامل هاني نفصل ذوكا هاد الخيمار دلت المقاسات ثم بعد نقطعو ما كش اسهل منو قطعت الخيمار مليح مليح يعني اه فصالة سهلة بزي 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 اسهل منو ما ما كانش اهنا راح نفصل الكم راح نفصل الكم راح نفصل الكم خمسة وربعين سنتيمتر درت اه الطول تعاليد تعالكم خمسة وربعين سنتيمتر من بعد العرض الفوق انا قدرت ثلاثين بصحة باش يجيكم مليح مليح سوقت واحدة اللي تكون معمرة ديري خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين سنتيمتر انا درت ثلاثين ديري خمسة وثلاثين يخرج لك اه مليحة واحدة اللي تكون معمرة ولا يدها عريضة ولا يجي ديجا هو طقم الصلاة يكون عريض ديري خمسة وثلاثين من بعد ديري هاد الخط اه لتحت لكم خمسة وعشرين اه عشرين سنتيمتر ولا خمسة وعشرين هنه ديري عشرين سنتيمتر ولا خمسة وعشرين يعني عشرين جات مليحة من الفوق ديري خمسة وثلاثين اه سنتيمتر انا درت ثلاثين منتي ديري خمسة وثلاثين باش تكفي جاها قيس قيسة وتقطعي وديري خط بالمستارة وتقطعي اه تحبي اه انا غلط لازم تطوي القماش على 4 وتفصلي اه زوجة اكمام انا فصلت للولانية ومبعد درت عليها نسيت درت اه على الدوزيام وفصلت لكم تاني ودرت هكذا كرانت في وسط لكم باش نعرف الواسط تاع لكم هاوليكل كيفاش راح نبدأ نخيط الكتف هو الول هاي دي كيفاش راح ندير خياطة نعمال كيمارا كي تشاهدي نخيط لكم ملاح ملاح وكي نكمل الخياطات وجوع لازم ندير لازم ندير سرجة باش ما يتفتحش لباش تي خياطة نظيفة كمت خياط في زوج اكتف وقدرت لهم سرجة هاي ليه قدرت خياطة الاكمام ودرت لهم سرجة كيمارا كنتشوفو وتوجور الخيط على لون القماش باش ما يبانش فيه وهنا شوفو كملت خياطة الكتاف وهنا حطيت الكوم ودرت له شوية درت له تستاف شوية لفرانس الفوقة في الكوم في الكتاف عفوا وحكمته بليزيبانجل باش يجيني سهل يعني حكمته بليزيبانجل ودرت غير شوية كشكشة يعني في الفوق في جهة الكتاف يجيب لفرانس لا ماش تجيب لفرانس وراني نخيط في هالناحية اللي زيبانجلون ونخيط نكمل نخيطها ونرجع لكم شوفو كيفاش جاتا هاي دي كمت الخياطة شوفو كيفاش جاتا هاي دي كمت شوفو كيفاش هاني ننسق باش نخيط هاني خيط اه نخيط قبل نحيط نحكم تحت الطابق ونخيط نكمل لخياطة ونرجع لكم شوفو كيفاش جاتا هاي دي كمت الخياطة الجيهة اللي ولادوك الجيهة الثانية اه لا ماش يعني شوفو كيفاش جاتا هاي دي كمت مع الجيهة طاقم ونكفف اه نكفف اه نكفف الرقبة ندير سورجي ونكفف نكمل ونرجع لكم شوفو كيفاش جاتا هاي دي كمت مع الجيهة هاي دي كمت مع الجيهة اللي ولادوك اهنا كففة الاكمام في زوج ملتحت وحددتهم باش تحبط لخياطة قصت هنا يا قصت خمسة سنتيمتر كي ماراكوا مشاهدو قصت خمسة سنتيمتر باش نحط لاستيك. وسترت بالمستارة. هنا نحط لاستيك. وندور الجهة التانية وندير هكذا نقطع بالستيلو باش نعرف وين وصلت. ونكمل الجهة التانية نستر. خديت خمسة سنتيمتر هنا. وسترت. هنا نحط لاستيك باش ميجيش مع وجه. يجي سوا سوا. ها وين يجي لاستيك. هنا نشد على حسب اليد كيفاش يجيني لاستيك. نحط ناخد المقاسات ونقطع. زوج مرسوت على لاستيك باش يجيني سوا سوا على اليد. ما يجي مزير ما يجي مرخوف. نغلقهم بالخياطة ونرجع عليكم. هنا بعد ما خيط لاستيكات في زوج راح نحط على على لكم. نحط هذا كلاستيك نخيطه بالماشيناء ونولي لكم من بعد. نحط نحط لهم بخياطة في الأول وثاني. لم يجيش معوج لاستيك لكي يجيب بيه. هنا نحط على لكم. هنا نحط على لكم. كيفية تثق. نحطها في الطرف كامل ونكففت لكم ونخيط كامل سير داير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر